السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير يا رب هنصلى على نبي كده ونصلى على نبي الله ما صلى عليك يا رسول والله وبسم الله الرحمن الرحيم هنعمل معكم نهاردة بسكوت العشرة الدقايق بالشوكولاتة يا رب يعجبكم بسكوت جميل جدا وهيجبكم خالص نخش فاة في المقدير على طول المقدير سهلة جدا وبسيطة المقدير معنا كوبايتين ونص دقيق معلقة بيكم بودر زغيرة ملينا نص كوباية زيت نص كوباية سكر اتنين بيضة الكوباية اللي هنعير بها يا حبايبي الدقيق هي نفس اللي هنعير بها الزيت هي اللي هنعير بها السكر تمام ومعنا شكراتها للتزيين اي نحش روطة انت حباب تمام ندخل بقى في في العماية الخلاط هنحط فيها اتنين بيضة نص كوباية السكر ورشة الفلانية ونضربهم كويس قوي مع بعض ونضربهم بعد ما السكر مليب هننزل بالزيت ترسوب بالزيت عليه حبا حبا عشان خاطر يتقل كده ويبقى حلو معنا قد الخليط بعد ما ضربناها ودي خليط ودي كمية بدي ايه هنحط عليها رشة الملح الزغيرة خالص وهنحط عليها معلقة البيكين باوتر هنقلبهم كويس اوه مع بعض لجلات لما يندمجوا كلهم مع بعض وهنحط الخليط حبا حبا على ايه هنحطه معلقة 3 مراحل يعني على ايه وإحنا بنقلب كده يا حبيبي عايزة اقول لكم على حاجة وإحنا بنعمل الحاجة أو كده نسمي ونصلى ونصلى على النبي ونقعد نستغفر ربنا كتير عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ويكرمنا ان شاء الله وإحنا في المطبخ عموما يعني هنحط بقى كمية اللي دي احب حبا ونقلب كويس اوه مع بعضه لغاية لما كل الدقيق يختفي ويتبقى خليط البسكوت تقيل وحلو حت كمان نص التانية وفضل بقى اخر كمية دي هعملها اخر حاجة هقلبه برضو كده مع بعضه ممكن تقلبه بيدك عادي يعني ما علاقة بيدك باي مضرب باي حاجة اللي موجودة عندك عادي ممكن تعمليه بالمضرب الكهرباء هيبقى حلو قوي زي ما قلت لك كده بقلب في الخليط الدقيق ومع خليط البيت والسكر والزيت هحط بقى كمية التانية كمية التانية وضوبهم كلك في بعض وارجع لكم ان شاء الله تاني كده يا حبابي هحط كمية دي وارجع لكم تاني كده بعد ما طلع هو بلزق شوية بس ما تقلقيش يعني بالتلزيقه دي مش هحصل حاجة هنحطها في عشر دقائق بس في التلاجة ونرجع لكم تاني بعد ما حطتها في التلاجة عشر دقائق بسوا مسكت خالص وبقت حلوة خالصة هيت معاكم ما باشت مش بتلزق ولا اي حاجة كنت بوريكم بس ان هي مش بتلزق هاتهن بقى الرخامة بتاعتي تكون نضيفة طبعا هاتهن شوية الزيت وهفرد فيها العجينة وهجيب اي قطعة بقى عندك اي حاجة موجودة عندك تقطع بيها بصراحة ما كانش عندي قطعة فاجيبتي كاس نيش بقى بتاعك يعني كلنا عندنا كاسات انا قطع بيه بقى العجينة بتاعتنا دواير زي ايه البسكوت كده بالصبت شكل البسكوت يعني بصي انا الكاس كان بيلزق في العجينة بس بعد ما رحت بقى ايه انا دهنته زيت ما بقاش يلزق زي ما انتوا شايفة كده لقيته بيلزق معايا فكان بدوخني الصراحة شوية فلما دهنته زيت ما عادش مندوخني وبقى جميلة الزيت ما انت شايفة ما زعنيش في حاجة لما دهنته زيت في الاسناء دي هكون مسخنة للفرن بتاعي على 180 درجة ومحدرة الصينية فيها ورقة زبدة ما عمدي كش ورقة زبدة ممكن تحط رش الزيت صغيرة مش هتلزق انا عملتها وما لزقتش منه خالص ولا اي حاجة ماشي يا حبايبي رصيت بقى الصينية كده واحطها في الفرن 10 دقايق وبيطلع ما بياخدش وقت خالص في الفرن بعد ما طالع معايا هواة يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بس كد جميل جدا والله بشكل طحفة هزوقوا بقى دي وقت بعد ما سبته هدى خالص وبرد يعني ما مش وهو صخن هزوقوا بقى بالشوكولاتة هزوقوا بالشوكولاتة في قلبه واغطسوا في قلب الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده معايا حط حبة شوكولاتة في النص ورزقهم في بعض زي ما قلتلك سيبيه برد خالص ما تلملوش هو صخ لشان يكون مسك نفسه لانه انتوا مبطلعين من الفرن بيبقى تاري شوية بس لما بيسيبيه في الهوى شوية انا حبك اي صغيرين بينشف وبينتناسك وبيبقى زي الفل اغطسوا في قلب الشوكولاتة زي ما انتوا شايفة وحطوا في طبق بس الطبق اللي انا هحطوا في دوت اكون لازم اتهنوا رشة زيت بسيطة خالص عشان خاطر ما يلزقش زي ما انت شايفة احط بقى على الوش بقى ايه فورما سيه بقى ممكن احط شوكولاتة ببيضة ازوّقها اللي عمدك بقى ايه فنيني براحتك يبقى الحاجة وجنبك وفنيني زي ما انت عايز اللي موجود هعمل كمان واحدة معكم زي التانية بالزبط حدد في قلبة شوكولاتة ورجعت حطتها في قلب الشوكولاتة تاني بصفيها كويس او مش شوكولاتة ما تخليش فيها شوكولاتة زيادة ولو عندك بقى مصفقة وحاجة يعني كده شبكة ممكن تحطيه فوق الشبكة بحيس ان هو يصفي كل حاجة في زيادة هروش برضو في المسيح هكمل بقى معكم البسكوت دوت مع نفسي وهرجع لكم تاني اوليكم الشكل النهائي ده الشكل النهائي يا حبيبي رب يكون عجبكم شكل جميل جدا وكمان الطعم طحفة احلى من شكله كمان يعني طعم زي البسكوتة اللي بنشتريه من برا بالزبط ودوت زوقت تزويق تانية كده بسكوتية على بعضها وحطيت عليها حبيت شوكولاتة وحبيت فورماسيه شكرا لكم